الرقة المدينة التي شهدت أحداثاً طاحنة خلال السنوات السابقة وكانت ساحة معركة طاحنة بين تنظيم داعش وقسد والنظام السوري والتحالف الدولي كل هؤلاء وغيرهم تعاركوا في الرقة هذه صورتها خلفي مدنبرة عن بكرة أبيها كما تشاهدون مؤخراً انتشر مقطع فيديو على صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي يصور رفع علم النظام السوري في دوار الساعة وسط مدينة الرقة هذه هي المنشورات ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص يهتفون بسقوط أمريكا وادعت بعض الصفحات أن مسيرة جوالة جابت شوارع مدينة الرقة عقب رفع علم النظام وحمل الأهالي أعلام النظام وصور رئيسه بشار الأسد وهتف للجيش وقائده دعونا نشاهد الفيديو سريعاً ثم نعود نقف على حقيقة هذا المقطع وحيوه و هذا العلم السوري ارتفع عند الساعة ما شاهدنا في هذا الفيديو حقيقي وحدث في الرقة هذا صحيح لكن الادعاء المرافق له على أنه فيديو حديث هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة فالفيديو يعود إلى الخامس عشر من تشرين الأول عام 2019 إثر اتفاق بين النظام السوري وقوات قسد يقضي بنشر قوات النظام على الحدود الشمالية لسوريا وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق تركيا لحملة عسكرية على حدودها الجنوبية داخل الأراضي السورية وفق تحقيق أجرته منصة مسبار لكن لماذا الآن لماذا ظهر هذا الادعاء الآن ببساطة لأنه يوجد أنباء عن قرب عملية عسكرية تركية جديدة شمال سوريا رافقتها أنباء عن محاولات روسية للتقريب بين قسد والنظام السوري ترجمة نانسي قنقر